موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد ردمشين توزن لهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم كيف تجيب فلوس في لعبة ردد اونلاين او طورة اونلاين لعبة ردد ردمشين تو حلوين رح نناقش جميع الطرق الممكنة واش افضلها وحاول انك تبعد عن ايش واشتغل على ايش فرح نناقش كيف تجيب فلوس بشكل عام طبعا روكستار يعني ما حطت لنا طرق تجيب لك فلوس مرة كثير اعطتنا فقط رؤوس اقلام وعطتنا مجموعة من الطرق البسيطة جدا واللي تعطيك مبالغ متوسطة ومبالغ نوعا ما جيدة يعني فيلا نخش في المقطع اول طريقة رح تكون خرائط الغاز وخرائط الغاز تقريبا هي افضل طريقة تجيب فيها فلوس لكن عيبها الوحيد انها ما هي مستمرة او انه بين فترة وفترة تطلع لك خريطة الغاز يعني ما هي مستمرة كل شوية تحصل لك خريطة الغاز عرفت؟ يعني بين فترة وفترة تحصل لك خريطة الغاز طبعا انا الان لفلي خمسة عشر وقابلت اللغزين لحد الان اللغز كان في الليفل الرقم عشرة ولغز كان في الليفل الرقم خمسة عشر وصراحة لما جبت هذه الالغاز وحليتها اعطوني مبالغ جدا جدا كبيرة وايضا اعطوني نسبة من الغولد بارز او الذهب طبعا لما توصل الليفل معين رح تجيك زي الاشعار كذا على البوست اوفيس او البريد ورح يقول لك ترى في البريد عندنا عندنا شي لك ورح يكون هذا الشي عبارة عن خريطة الغاز زي ما قلتلك فاول خريطة الغاز رح تاخذها في الليفل العشرة وممكن الثانية رح تكون في الليفل الرقم خمسة عشر تجي عنده والله رح تحصل لك تريجر ماب ويقول لك عليك انك تاخذه بعد ما تاخذه رح تقرى من الساشل او الشنطة عشان يطلع لك مكان اللغز طبعا اول ما تقرى هو دايريكت رح يفكر لك الستارت وراح يأشر لك على مكان اللغز زي ما تشوفون في الجيم بلاي كل اللي عليك انك تتوجه له بعدها رح تدور في هذه الدائرة الكبيرة على صندوق وفي هذا الصندوق رح يكون في جوائزك زي ما تشوفون انا توجهت للمكان وحصلت الصندوق هنا وباكم تركزون كم كسبت نسبة من الذهب وايضا كم كسبت مبالغ مالية تقريبا اخذت 0.8 في الجولد بار وصار معايا 1.6 جولد بار وايضا كسبت الهو 100 دولار تقريبا من لغز جدا جدا بسيط فقط دور على الكنز وفي الكنز رح تحصل هذه الاشياء 100 دولار وايضا نسبة في الجولد بار فخراية للغاز صراحة واحدة من اهم طرق تجميع الفلوس لكن زي ما قلت لك عيبها انها ما هي مستمرة وايضا هذا هو حل لغز اللي في الرقم 15 اللي اخذ جدا جدا بسيط نفس الوضع تروح عند البوست اوفيس تاخذ الورقة تفك الورقة رح يأشر لك على المكان توجه للمكان تدور في الدائرة الكبيرة ورح تحصل الكنز وفي الكنز رح تحصل ارباحك بالنسبة للطريقة الثانية رح تكون دائما دائما لوت اي شيء في الحياة اي شيء قدامك لوتوا اي شيء قدامك خذوا معاك لانك انت في الاول والاخير محتاج جميع الاشياء محتاج اكل محتاج فلوس محتاج ادوية محتاج شوين جم يعني محتاج كل شيء فانت في الاول والاخير يعني رح تلوت هذا الشخص ورح تحصل عنده اشياء وهذا الشيء انت محتاجه اكيد فدائما دائما لوت أي شيء قدامك عصابات شرطة لوت إذا كنت شخص والله مهتم بالشرف دائما لا تلوت إلا العصابات يعني هيكت العصابة ولوتهم لكن إذا والله ما همك الشرف وتجلد الرايح والجاي لوت الطيب والبطال اللي يمشي بالحصان خذلوته عصابات خذلوتها شرطة خذلوتها سيفليينس خذلوتهم يعني حللهم صح الطريقة الثالثة رح تكون المهمات بشكل عام سواء كانت المهمات الجانبية أو المهمات الرئيسية أو مهمات السترينجرز طبعا المهمات الرئيسية يكون لونها أصفر أتوقع الكل يعرفها زي ستوري مود نفسها بالضبط لونها أصفر عندك المهمات الجانبية يسموها المهمات السترينجرز رح يكون لونها برتقالي أو أيقونة برتقالية وفي الايقونة هذه شخص كذا قاعد يأشر لك فهذه اعرف انها مهمات سترينجر ورح تيجيب لك فلوس طبعا انا راح اكلمكم على بعض الاشخاص اللي انا اعرفهم شخصيا وكم جمعوا من المهمات فقط مهمات الجانبية والرئيسية طبعا جمعوا تقريبا من 200 دولار الى 300 دولار فقط من المهمات وايضا في هذه المهمات يعطونك خواتم ويعطونك حلق ويعطونك سلسلة ويعطونك مجموعة من الاشياء القيمة اللي انت تقدر تاخذها وتوديها عند الفنس والفنس يشتريها منك بمبلغ معين عرفت كيف؟ يعني انت في الاول والاخير راح تعدي هذه المهمات راح تستفيد منها مبالغ وايضا لما تقتل الاعداء راح تلوتهم والاعداء راح يكون معهم لود زيادة سواء اشياء قيمة الى اخره بين فترة وفترة شيك على الفنس واعطي الاشياء اللي عندك وبيعها وغالبا غالبا راح تجلب لك مبالغ قيمة طيب الصالح هل المهمات فيها نسبة من الذهب؟ نعم فيها نسبة من الذهب لكن ما هي كثيرة يعني ممكن زيدك 0.1 0.2 يعني نسبة نسبة بسيطة جدا في من القولد بار في المهمات فالطريقة الثالثة راح تكون المهمات بشكل عام الطريقة الرابعة راح تكون اللي هو البي في بي وفعاليات السيرفر والفري فر اول والتيم ديث ماتشز اللي هو بي في بي اللي هو بلاير فيسس بلاير يتحاربون سواء في تيم ديث ماتش او فري فر اول طبعا هذه تعتبر احد مصادر الدخل وتعطيك مبالغ نوعا ما جيدة جدا لكن اكثر شخص ياخذ فلوس ويحس انه والله يطلع ارباح من هذا المهمة راح يكون الشخص اللي فاز رأتا كيف؟ واذا انت كنت شخص والله معلم في تيم ديث ماتشز ويعني تعرف تفوز وتعرف يعني تحارب مصبوط فترى التيم ديث ماتشز والبي في بي وفعلات السيرفر والفري فر اول مناسبة لك بشكل كبير جدا لان الشخص الفائز راح ياخذ اكبر نسبة من الارباح والاشخاص الاخرين راح ياخذون ارباح لكن نوعا ما قليلة فالطريقة الرابعة راح تكون البي في بي طيب الطريقة السادسة راح تكون الصيد الصيد هو واحد من اهم الطرق لتجميع الفلوس في اللعبة حطوا بينقوسين لحد الان فاذا كنت شخص والله مطفر في بداية اللعبة وتبغى فلوس فترى الصيد مناسب لك بنسبة 100% ورح يفيدك بنسبة 101% يعني راح يفيدك مرة طبعا كلنا نعرف ان الصيد يحتاج له ادوات عديدة على سبيل المثال السهم السنايبر مثلا اللي هو الاسهمة المسممة يعني راح يكون فيه مجموعة من الاشياء او مجموعة من ادوات الصيد اللي نحتاجها عشان نصيد بشكل جيد او بشكل ثلاثة نجوم لكن انا راح اعطيكم طريقة راح تسهل لكم الصيد في بداية اللعبة بدون هذه الادوات حلوين كنا في الوفلاين لما نصيد حيوانات كنا فقط ناخذ الجلود نسيب الجثة نرميها فقط ناخذ الجلد عشان نصمم بله شي معين لكن في الوفلاين لازم تشيل اللي هو الجلد والجثة ايضا لانه سعر الجثة راح يكون اغلى من الجلد فانت خذ الاثنين اللي هو الجلد والجثة عشان تضرب عصفرين بحجرة وتحقق اكبر سعر ممكن من الارباح حلوين وفي معلومة ايضا او نقطة لازم نوح عليها انه ترى الثلاثة نجوم الحيوان اللي تصيده يكون ثلاثة نجوم ترى هذا هو افضل شي وافضل يعني افضل اه كيف اقول لكم اياها افضل حيوان يجيب لك سعر اعرفت كيف اذا كان ثلاثة نجوم فهذا راح يجيب لك سعر سواء الجثة او اللي هو الجلد فداعما اذا كنت بتصيد تصيد حيوان ثلاثة نجوم ودي لي اللي هو البوتشر او الجزار وهو راح يشتريه منك حلوين على سبيل المثال البك تعرفون البك اللي هو ذكر الغزال هذا ترى اذا كان ثلاثة نجوم تقريبا راح يجيب لك عشرين دولار مع الجثة وكل شي عشرين دولار هذا راح تحققها ارباح بدون ما تععب اي نفسك بس اربطوا بالحبل اطعنوا هذه ارباحك عشرين دولار وانت جالس ما تعبت اي شي وايضا يعني كل ما كان الحيوان اكبر كل ما زادت الارباح يعني مثلا جبت لك مثلا دب ارباحك حتكون مرة كثيرة تمساح حتكون ارباحك كثيرة فالصيد واحد من اهم الطرق لتحقيق الارباح طيب راح اعطيكم مكان اسطوري جدا دائما دائما راح تحصلون فيله خرفان ثلاثة نجوم او غنم ثلاثة نجوم دائما راح تحصل فيه ثلاثة نجوم واذا قل راح تحصلها نجمتين يعني في كلتا الحالتين راح تكون رابع حلوين المكان راح يكون في الفالنتاين في هذا المكان زي ما تشوفون في الجيم بلاي راح يكون فيه مجموعة من المزارع او مجموعة من الخرفان اللي راح تحصلها هناك فكل اللي عليك انك تروح تكتلها وتاخذ جلودها وتاخذ جثثها وتوديها للبوتشر او الجزار هو راح يشتريها منك تقريبا بثمانية دولار الى عشرة دولار في هرجة مرة ما راح تتعب عليها عرفت؟ طبعا حاول بقدر الامكان انك لما تكتل هذه الخرفان او الغنم هذا حاول انك تكتلها وما حد يشوفك من السيفيليينز او ما حد يشوفك من الناس لانه اذا شافوك الناس وانت تكتل الغنم راح يقولون للشرطة وشرطة يجون يقروشونك فحاول انك يعني تكتل الغنم وما حد يشوفك وانت متخفي او انك اذا مرة تساطي انت اشر بالسلاح واطلق في الجو بحيث انه جميع الناس اللي حولك يهربون بعدها انت راح تتفرد بالغنم قتلهم كلهم واخذها الجلود واللحوم وديها للبوتشر هو راح اشتريها منك كسبان كسبان بنسبة 100% قبل ما ننهي المقطع بعطيك نصيحة جدا جدا بسيطة كذا لا تصرف فلوسك في اشياء ما لها داعي حلوين لا تصرف فلوسك مثلا في ملابس لا تصرف فلوسك مثلا في شنطة ولا في طاقية ولا في جزمة يعني اصرف فلوسك في شيء استاهل على سبيل المثال مثلا الرصاص اسلحة ممكن اكل للحصان اكل لشخصيتك يعني اصرف فلوسك في شيء استاهل لا تشتري اشياء ابو كلب حلوين طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك لايجيكم هيد الان يلا سلام عليكم